اشتركوا في القناة تولي سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء في قصف الميليشيا الانقلابية لمناطق حجور ومحافظ حجة يطالب بتحرك القوات من الجيش لفك الحصار عن مديرية كوشار الجيش يتقدم في معقل زعيم الحوثيين بصعدة ويفشل هجوما للميليشيا الانقلابية في نهم شرق صنع وإذا في المنتصف قبيل مناقشة مجلس الأمن الأوضاع في اليمن الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن أول مرحلة من إعادة الانتشار في الحديدة إذا نبدأ نشرتنا مع آخر التطورات العسكرية في صعدة حيث أحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها على مناطق جديدة في منطقة مران التابعة لمديرة حيدان في معقل ميليشيا الحوثيين الانقلابية في المحافظة وقال قائد رواء المهام الخاصة العميد الركن عادل المصعبي قال إن قوات الجيش الوطني حررت منطقة الجلاح ومركزها وقرية المعقال والمنعيرة وصولا إلى معسكر الكامب البريطاني وتحرير قرية السلام المطلة على وادي المنزالة ووادي ليه وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من الميليشيا خلال المعارك بينما انتهت فرق الألغام من نزع وادي المشبيح بالكامل من الألغام التي زرعت الميليشيا الحوثية قبل دحرها من الوادي وأكد المصعبي أن قوات الجيش الوطني مستمرة في عملياتها العسكرية في عدد من جبهات صعدة حتى تحريرها من المتمردين في غضون ذلك لقي ثمانية من ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم وأصيب أخرون بنيران الجيش الوطني في جبهة باقم شمال محافظة صعدة وقال الناطق الأعلامي لمحور أزال المقدم فائز الصعدي إن وحدات من الجيش تصدت لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثيين إلى مواقع محررة في باقم وذكر الصعدي أن الطيران التحالف استدفت ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم الميليشيا بحجدها إلى جبهة باقم إذن والوقوف على آخر تطورات العسكرية في محافظة صعدة ينضم معنا سيد يوسف العسيري عضو المركز الإعلامي للقوات المسلحة نروح بك سيد يوسف معنا في أخبار المنتصر سيد يوسف نعم تحية لك سيد يوسف أتمنى فقط أن ترفع قليلا صوتك حتى يتسنى لي ولي المشاهدين سماعك جيدا إذن هناك الكثيمة المناطق التي سيطر عليها الجيش وحررها ما همية الاستراتيجية حاليا في إطار المعارك الدائرة الآن في محافظة صعدة نعم قوات الجيش الوطنية اليوم حررت مناطق في مديرية الظاهر بانتباة الملاحظ نعم واستطاعت قوات الجيش السيطرة على قرية السلام مطلعة على هذه المنزالة هذه الجبهة تعتبر جبهة حدودية ما بينها وقريبة من محافظة خجر التقدم وهي تعتبر جبهة الأجرب لمعدن الميشيات الإنجلابية وتلتج الوطن في هذه الجبهة تبعد مع إدارة بإثناء الشيك ومثل عن رأس الميشيات الإنجلابية عبدالريك الحوثي بمديرية خيدان وبالأكيد أسماء المعارك في هذه الجبهة لها وقعة ونعاها أسر كبير على الميشيات الإنجلابية نعم يعني كما ذكرنا في الخبر كثير من المناطق التي تم تحريرها الجلاح قالت معقال المنعيرة هذه كلها الآن يعني أسيطر عليها هل تسهل الآن يعني للجيش والمقاومة في صعدة للوصول إلى معقل زعيم الميليشيا بالتأكيد قوات الجيش الوطنية بكل المحافظة تصرض ضوغا على الميشيات الإنجلابية وتفعى لكتأخطة الإمداد عن الميشيات الإنجلابية تسهل خارج محافظة صعدة من خلال السيطرة على مناطق ومواقع استراتيجية داخل المحافظة التقدم اليوم الحاصل في الملاحظ كما سلفت سيمكن قوات الجيش الوطني من إطباع الخفار على مديرية حيدان عقب تقدم قوات الجيش الوطني في الميزان من سلاه أيضا في عقبة مران هناك أيضا تقدم قوات الجيش الوطني ومحاولة تقدم باتجاه حيدان من جبهة باقي نعم إذن هناك محاولة الجيش الوطني للتقدم من جبهة حيدان كما تحدث وهناك يعني إطباق يعني الحصار على الميليشيا والضغط عليها بأكثر من جبهة سواء من الواحيط أو باقي أو حتى مران طيب هل هناك من ضحايا عفوا من قتلة من قبل الميليشيا هل تختل الميليشيا؟ ماذا أيضا عن حشودها؟ هل تحشد أيضا الميليشيا في هذه الجبهة سيد يوسف؟ بقى أكيد قوات الجيش الوطني استعتذت خلال الأسبوع الماضي وفي معارك أمس بمساندة طيران التخالف العربي تعذيذات للميليشيا الانجلابية الميليشيا تحاولت دفع بمقاتليها إلى تلك الجدهات للحيولة دون تقدم قوات الجيش الوطني المعارك الملاحظة صردت عن مقتل وصابة العشرات من الميليشيات الانجلابية أيضا في باقي القارات الجوية التي نفذها طيران التخالف العربي أثر عن مقتل وصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانجلابية بالإضافة إلى حسائر مادية كبيرة تكبدتها الميليشيات الانجلابية أيضا في كتاب قوات الكنيش الوطنية استطاعت تدمير عالية عسكرية تابعة الميليشيات باستهدافها في منطقة وادي البحلوين بالقرب من مركز مديرية كتاب طالبا ما يكون معظم الضحافة من قارات والاستهدافات في محافظة الصادق وميليشيات عسكرية تتبع الميليشيات الإنجلياتية وكهدافها تتمتقون من الصفة الثانية والثالث ومن المجرسين لأن الصادات المستير الأحرية كثيرة من المجرسة الإنجلياتية ستدفع بمقاتليها وسوف تستمت سيد يوسف وكذلك تحدثت أن هناك غارات مساندة لطيارنا التحالف للجيش الوطني والمقوة في هذه الجبهة نقطة أخيرة أختم معها الاتصال سيد يوسف ماذا عن الألغام الآن وماذا أيضا كيف يتعامل الجيش الوطني مع هذه الألغام نعم الميليشيات الإنجلياتية تعمل على زراعة الألغام بشكل هستيري في محافظة الصادة خوفا من توقع قوات الجيش الوطني وتقدمها باتجاه مواقعها اليوم قوات الجيش الوطني نفذت عملية مسح واسعة في متيرية نازح في منقودة الحجلة التي تعمدت الميليشيات الإنجلياتية تفقيقها بعوات ناسفة وعوات مضادة للأفراد دروع الفرق الهندسية قامت لاستخراج الميات من العقوات الناسفة بأشكالها المختلفة من بين منازل المواطنين ومرأي المواشي والطرقات وهناك توجه من أجل تطهير المناطق التحررة والفراء من الألغام تنهيدا لعودة المواطنين إلى منازلهم إذا هذا الزراعة الألغام الهسترية من قبل الميليشيا في كل مكان يعني يجري الآن التعامل معهم من قبل الجيش والمقوم والفرق الهندسية الخاصة بنازع الألغام أنا أشهر شكرا جزيلا سيدة يوسف العسيري عضو المركز الإعلامي للقوات المسلحة شكرا جزيلا لنضمامك معنا ننتقل الآن إلى شرق صنعا وتحديدا في نام حيث أفشلت وحدات من الجيش الوطني هجوما شنته ميليشيا الحوثيين الانقلابية سهدف مواقع محررة في منطقة حريب بمديرة نام شرق صنعا نعم وقال مصدر الميدانين قوات من الجيش تابعة للواء 125 صدت هجوم للحوثيين على وادي سريم والقرى المحيطة بجبل قرن ذياب اضطر معه المهاجمون الحوثيون للانسحاب بعد تلقيهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وبتزام شن طيران التحالف العربي سلسلة غيرات سهدف تعزيزات للحوثيين بجبل قرن ذياب وأطراف وادي حريب القرميش بمنطقة جهم أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من الحوثيين أما في آخرة طورات في محافظة حجة فقد وجه شيوخ قبائل حجور بيان مناشد للرئيس عبدالربو منصور هادي ونائبه الفريق لمحسن صالح والتحالف العربي بالعمل على فك حصر الحوثيين عن مناطقهم وقدم شيوخ القبائل مقترحا بهذا الشأن بتكليف العميد أمين الحجوري مدير أمن محافظة حجة بمهمة فك الحصار مسندا على عناصر الجيش من قبائل حجور في المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرب وطلب البيان بتوفير الدعم الكامل لهم خلال يومين وفتح جبهة جديدة في مدرية مستبع التي قال إنها لن تستغرق خلاثة أيام لأن تلك المناطق مفتوحة وغير حاضنة للحوثيين وشددت مقترحات شيوخ القبائل حجور التي تضمنها بيان المناشدة على قيام العميد الحجوري بالتحرك في ظرف يومين وبالتنسيق مع القبائل من أجل سرعة الحصم والالتحام بين مقاتليها وقوات الجيش وفي ذات الشأن دعا محافظ حجة لواء عبد الكريم السنين إلى الإسراء بتحريك قوات الجيش لفك الحصار عن قبائل حجور وذلك بعد أيام على توجيه انتقادات للمنطقة العسكرية الخامسة بالتقاعص عن تقديم الدعم والإسناد للقبائل ونفى محافظ حجة وجود أي تحرك رسمي لقوات الجيش المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة في مدريات حرض وميدي وحيران وعلى أطراف مدية مستبع وقال لواء السنين إنه لا يوجد حتى الآن أي تحرك عسكري رسمي باتجاه حجور لكننا على ثقة وتواصل مع القيادة السياسية ونائبه ووزير الدفاع وقيادة القوات المشتركة للتحرك باتجاه حجور وضف محافظ حجة أن سلطة المحلية وبالتنسيق مع التحالف والمنطقة الخامسة أوصت بأهمية التحرك العسكري للالتحام بجبهة حجور وفك الحصار عنها ونحن على ثقة باتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وطلب المحافظ القيادة السياسية والحكومة والتحالف بدعم أبناء حجور بالسلاح النوعي الذي يمكنهم من موجهات الآلة العسكرية الحوثية مشيرا إلى تفاقم الوضع الإنساني والإغاثي لأبناء حجور في مدرية كشر بسبب الحصار الحوثي هذا وافشل مقاتل قبيل حجور رجوما للمتمردين الحوثيين على منطقة درب المرو أحدى قرى عزلة العبيسة شرق المديرية نعم وفضت مصادر ميدانية أن مقاتلين ينتمون إلى قبيلة بني ريبان بقيادة الشيخ علي بن يحيى ريبان صدوا هجوما عنيفا شنته الميليشيات على منطقة درب المرو يأتي هذا فيما توصل القبائل تعزيز صفوفها بمقاتلين من مديرية كشر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشم بينما لا تزال المواجهات مسامرة إلى الآن في موقعي قريات والطوايا كما دفعت الميليشيات الحوثية من جانبها بتعزيزات كبيرة إلى وادي الميسيال التابعة لعزلة بني دواء في مديرية وشحة حيث تتواجد فيه دبابات ومدرعات ورجمات للصواريخ تتمركز على جبل المشبة وجبال بني شهر وبالتزام شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات انسهدف تجمعات للحوثينين في وادي مور وبلاد النحزة وشرق العبيسة وأسفلت عن مصر أكثر من 20 عنصرا من الميليشيا وجرح آخرين وتدمير طقم وعربتين تابعتين للميليشيا وفي غضون ذلك كثف المسلحون الحوثيون قصفهم بقذائف الهاون على قرى الشعاثمة وبني رس من مواقع تمركزها في سوق دوبع جنوب مدرية كوشر وكانت الميليشيا الحوثية قد فتحت جبهة جديدة في مديرة كوشر من الجبهة الغربية أو من الجهة الغربية وقصفت جبل وكل بعاهم بالأسلحة الثقيلة فيما أحبطت قبائل حجور قبل يومين هجوما للمتمردين من الجهة الجنوبية لمديرة كوشر كما استشهد وأصيب مدنيون بينهم امرأة جراء قصف جلتهم ميليشيا الحوث الإنقلابية على مناطق حجور في محافظة حجور وقالت مصادر محلية إن امرأة استشهدت وأصيب مدنيان اثنان جراء تساقط المقذوفات الحوثية على منازل السكان في الجبهة الجنوبية لمديرة كوشر في حجور يأتي هذا بينما عمدت الميليشيا إلى قطع شبكة الاتصالات والانترنت عن مديريات حجور وكوشر وأفلح الشام وكحلان الشرف وقارة ووشحة وفي السياق أعدم الحوثيون مدنيا داخل منزله في محافظة حجة وذلك بعد رفض إدخال دبابة تابعة لهم داخل حوش منزلة في منطقة النيد بأفلح الشام جنوب مديرة كوشر إلى تعز الآن حيث أحبط الجيش الوطني هجوم لمليشيا الحوث الانقلابية سدف مواقعه في منطقة حوامرة شمال كريش جنوب المحافظة وقالت مصادر ميدانية إن مسلحين حوثيين نفذوا عملية تسلل إلى مواقع الجيش في حوامرة وتمكنت وحدات من الجيش من صدها وإفشال محاولة التقدم وبحسب المصادر فإن موجهات بين الجانبين استمرت لساعات وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من إجبار الحوثيين على التراجع عقب هجوم معاكس على مواقعها وكانت ميليشيا الحوثيين قد عززت مؤخرا مواقعها في الأطراف الشمالية من محافظة لحج بالأفراد والعتاد بينما شهدت جبهة شمال كريش هدوءا نسبيا استمر لأسابيع نبقى ميدانيا حيث تجددت المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية شرق محافظة الجوف في وقت تم فيه تفجير مئات الألغام التي تم نزعها من المناطق المحررة في المحافظة وذكرت المصادر أن المعارك تجددت عقب محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا إلى مواقع تابعة للجيش الوطني في جبهة مزوية بمدير المتون في محاولة لزرع الألغام غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل على سعيد المتصل قام الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني في المحور الشمالي في الجوف بالتعاون مع البرنامج الوطني ومنظمة مسام بنزع كمية كبيرة من الألغام الأرضية والعوة الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المناطق في جبهة القذاميل وطئية الاسم وسلبة في محافظة الجوف رغم خسارته لخمسة خبراء من مختصي الألغام مطلع العام الجاري أثناء استعدادهم لإتلاف مجموعة ألغام وعبوات ناسفة نزعتها الفرق الهندسية التابعة للمشروع إلا أن هذه الحادثة لم تؤثر على عملهم الإنساني الذي يقومون به لتأمين حياة الملايين من اليمنيين إذ نفذت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي مسام لنزع الألغام في اليمن خمس عمليات تفجير لأربعة آلاف لقن وعبوة ناسفة في مديرية اليتمى محافظة الجوف تم اليوم والأمس تنفيذ خمس عمليات لتفجير معي قارب أربعة آلاف لقن وعبوة ناسفة تم نزعها خلال شهرين فقط في منطقة اليتمى والأقفال والأجاشر في محافظة الجوف وهذه الأدوات القاتلة في مديرية واحدة فقط من محافظة الجمهوري اليمنية وهذه أدوات الموت التي زرعت تأيران تقوم بنزعها وتطهيرها اليوم من اليمن الحكومة السعودية ممثلة بالمشروع السعودي مسام لنزع الألغام كمية الألغام والعبوات التي تم إتلافها هي حصيلة ما تم نزعه من قبل فرق مسام خلال شهرين في اليتمى والأجاشر والأقفال والتي تعتبر معظمها مناطق سكنية ومناطق رعي للأغنام والإبل والله قد رأيت شيء من العجب في الألغام لا يخطر على بال ما يتخذوه من الوسائل التي يتخذوها لحماية اللغم حتى يؤثر على المواطن زرعوها في طريق النساء والأطفال زرعوها في طريق الأغنام زرعوها في طريق الإبل والله لو تشوف هذه الشعاب كيف الإبل فيها مقطعها رقلها وكيف البشر كيف الأغنام هذا إنسان ليس فيه من الإنسانية شيء كمية الألغام هذه تعبر عن الحقد الدفئين الذي تحمله ميليشيات الموت والخراب وتكشف عن نهجها الإجرامي الذي ترتكبه بحق أبناء اليمن في ظل صمت مخي لمنظمات حقوق الإنسان الدولية تتبخر أمال الحوثيين في اقتيال حياة أبناء اليمن بألغامهم وعبواتهم الناسفة بفضل الجهود الإنسانية التي تبدلها في رقم سامة الهندسية رشاد النواري يمن شباب الجو ناتلان إلى الحديدة حيث أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن أول مرحلة من إعادة الانتشار المشترك بين القوات الحكومية وميليشي الحوثيين في الحديدة وذلك تزامناً مع عقد مجلس الأمن جلسة تنظر في العراقيل التي تعترض تطبيق اتفاق السوكهول وذكر بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة والانقلابيين الحوثيين في اللجنة المشتركة توصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المشتركة للقوات وتنص المرحلة الأولى التي تعد بنداً رئيساً في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التواصل إليه في المشاورات التي عقدت بسويد تنص على انسحاب دفعة أولى من المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية غير أن ذلك لم يتم بسبب تعنط الحوثيين المصادر أيضاً أكدت توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي بشأن المرحلة الثانية وذلك بعد محادثات في الحديدة استمرت يومين وجرت برعاية الجنرال الديماركي المتقاعد مايكل أولوسكارد رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف إطلاق النار وذكر بيان الأمم المتحدة أن الطرفين حققا تقدماً مهماً فيما يتعلق بإعادة انتشار القوات أغير أنه لم يتم تحديد موعد لبدء نزع السلاح في وقت سيتم عقد جولة جديدة من المفاوضات في غضون أسبوع لإنجاز تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بحسب البيان تفاصيل أكثر حول التوصل لهذا الاتفاق فيما يخص الانسحاب من موانئ الحديدة ينضم معنا الصحفي سامي الأهدى المرحبا سامي أريد أن أسألك في البداية حول إعلان الأمم المتحدة التوصل للاتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المشركة في الحديدة ما هو هذا الاتفاق وكيف تم إزالة الإشكاليات المتعلقة بآليات الانتشار نعم في الحقيقة لا يوجد أي جديد هذا الاتفاق اتفق عليه الطرطان منذ أشهر أي منذ بداية هذه المهمة بعد أيام من وصول الجنرال الهولنبي السابق باتري كامير وبدأ الحوثيون عملية الانسحاب في الميناء لتسلم لقوات تابعة لهم أيضا وحدث هناك الإشكال بين قوات الحكومية والحكومة وتعثرت هذه اللقاءات في حينها الذي أعلن عنها الذي تم إعلانه بالأمس من الأمم المتحدة لا يوجد فيه خلاف مسألة انسحاب الحوثيين من ثلاثة موانئ هي ميناء المدينة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى مقابل أن تنسحب القوات الحكومية من المنفذ الشرقي بالحقيقة القوات الحكومية منذ أول يوم هذه اللقاءات بالتزامن مع هذا الانسحاب من الموانئ من سيحل محل هذه القوات حين أيضا تقوم القوات الحكومية من الانسحاب من شرق المدينة نعم ما تم الاتفاق عليها الليلة الماضية لم يشمل القوات التي ستسلم مدينة الحديدة والموانئ تم الاتفاق على إخلاء هذه المناطق قبل الاتفاق أو قبل الشروع بلقاءات واجتماعات لبحث القوة التي ستسلم المدينة والموانئ تم تأجيل هذه النقطة إلى المرحلة الثانية مع أنه يجب أن تكون في المرحلة الأولى ينسحب الحرطيون من الثلاث الموانئ وتحل بدل مكانهم قوات أي قوات أمنية يستثق عليها الطوطان مقابل أن تنسحب القوات الحكومية من المنطق الشرقي لكن كما قلت لك هذا الاتفاق وهذا الإعلان للأم الساحرة هو كذب أخرى كالتي سبقت حين أعلن لوليس بيان توصل الأسرطين لقبول لموافقتهم على وجود قوات دولية تحل مكان قوات أسرطين لتنفيذ المرحلة الأولى وأيضا الثانية التي تليها كما قلت لك الطرفان بالأمس استفقا فقط على أن الحرطيين سينسحبون من الثلاث الموانئ مقابل أن تنسحب القوات الحكومية من المنطق الشرقي هذا ما تم الاتفاق عليه وتم تأجيل النقاش حول آلية الانسحاب وموعب الانسحاب إلى لقاءات قادمة وربما تعطى الأسيو القادم المقبل أي أنه لا يوجد أي جديد لن يتم الاتفاق على آلية الانسحاب لن يتم الاتفاق على الزمن على موعد انسحاب هذه القوات قوات الصرفين كما لن يتم الاتفاق أوضح حتى مسألة القوات التي تتحل مكان الصرفين الجميع ربما ينتظر جلسة مجلس الأمن اليوم وما سيقدمه خلالها مارتين غيرفيف سيقدمه للمجلس المقترح مقترح للإذكار لقوات دولية ربما لم يتم الانسحاب إلا بقرار من مجلس الأمن بالمواطقة على وجود قوات دولية وهي التي ستصل وتفتح الطريق وتخل الموانئ طيب سامي اليوم سيكون هناك جلسة المجلس الأمن كما ذكرت هناك أيضا مارتين غيرفيفس الذي غادر صنعها اليوم وهناك تهديدات من وزير الخارجي البريطاني الذي قال بأن العملية العسكرية قد ربما تستأنف في الحديدة إذا لم يفي الحوثيون بهذا الالتزام هل تعتقد أن كل هذه الأمور ما دفعت بالحوثيين إلى قبول تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاتفاق بكل تأكيد الشوثيون هم من سيكسبون من وجود قوات دولية في مدينة الشديدة الخاسر الوحيد هي قوات الحكومية والتحالف لأن وجود قوات دولية داخل مدينة الشديدة سيمنع أي عملية عسكرية في المدينة حتى لو انتهك الشوثيون هذا الاتفاق سيحميهم هذا الوجود الدولي في المدينة أيضا لا ننشى أن الوجود القوات الدولية لن يمنع وجود الشوثيين وتحركاتهم داخل المدينة وأيضا إدارة السلطة المحلية والموارد التي بأتي عضل ميناء لم يتم الاتفاق على هذه النقاط ثم تغشيرها إلى مراحل أخرى أي أن الآن الشوثيين موافقتهم هذه من أجل وجود قوات دولية في المدينة تحميلهم من أي عملية عشكرية قد ينسبها السحالف والقوات الشكومية في الحقيقة هذه القطوة الموافقة الشوثية هي لفعلشهم بعيدا عن الضغوط الدولية الآن الشكومة والتحالف هم من يتعرضون للضغوط للقبول بالوجود الدولي الذي كما قلت لك سيمنع أي تحرك عذكري في حال أن الشوثيين وكما قلت أن هذا الوجود الدولي قد لا يكون في صالح الحكومة والتحالف العربي أشكرك جزيلا شكرا صحفي سامي الأهدل في غضون ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأثنين جلسة حول اليمن ينتظر أن تكرس لمناقشة العراقية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في طريق تنفيذ اتفاق إعدة الانتشار في محافظة الحديدة ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني غريفوس خلال الجلسة إحاطة يتطرق فيها إلى تنفيذ قرار المجلس بشأن اتفاق السوكولم الخاص بإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة وتوقع المراقبون أن يمارس مجلس الأمن المزيد من الضغوط لإرغام ميليشيا الحوثي على الالتزام باتفاق بدء عرقلة تنفيذه لمدة ستة أسابيع وسيطلع المبعوث الأممي الدول الأعضاء على مقترح الجنرال مايكل لوليسغاد رئيس فريق المراقبين الدوليين بشأن انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من موانئ الحديدة ومنافذها وتسليمها إلى المراقبين التابعين للأمم المتحدة من أجل تسهيل مرور القوافل الغذائية وعلى هذا الصعيد قال المتحدث باسم ألوية العمالقة العقيد مأمون المهجمي أن ميليشيا الحوثي رفضت مذكرة سلمها لهم رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال الدلمارك مايكل لوليسغاد حول مراحل الانسحاب من الحديدة بعد يوم من موافقتها عليه جاهد تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتجار والتي تتضمن انسحاب الميليشيا الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى نعم أشار المتحدث إلى أن الحوثيين يخططون للحرب ويحرضون لتصعيد عسكري وما يزالون يدفعون بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الساحل وأكد المتحدث باسم ألوية العمالقة إن قوات الجيش جاهزة لتصديل أي هجوم حوثي مبينا أن انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة تجاوزت 1500 خرق وبحسب العقيدة المهجمة فإن الميليشيا تستغل نزوح المدنيين من مدريات الجراحي وحيس ويتسللون معهم إلى المناطق الأمنية أو الآمنة التابعة للشرعية لزراعة الألغام والعبوات المفخخة والتي حصدت أرواح العشرات من المدنيين العزل على الصعيد السياسي أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن قواتها ستواصل مساندة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية الذي يشن عمليات عسكرية ضد المتمردين الحوثيين وتنظيم القاعدة نعم قال نائب ومدير القيادة الوسطى للجيش الأمريكي جون أرن أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية وبشكل خاص مساعدتها في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوة خسائر مدنية بحسب وكالة فرانس بريس وذكر المسؤول العسكري على هامش مشاركتها في معرض ايدكس الدفاعي في أبوظبي أن الجيش الأمريكي سيواصل تركيزها على هزيمة القاعدة وتنظيم داعش وما يزال على أتم الجاهزية للقيام بما يلزم في هذا الصدق هذا وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعم للتحالف العربي في مواجهة الإنقلابيين الحوثيين كما تشن عمليات ضد تنظيم القاعدة وداعش في اليمن في إطار مسلسل جرائم الحوثيين أصيب مدني في الثلاثين من عمره جرى انفجار لغم من التي زرعتها ميليشي الحوثيين في حي سكني بمدينة الحديدة وقال مصدر المحلين المدني أصيب في انفجار اللغم أثناء ذهابه إلى مقر عمله في حي العلم على أطراف مدينة الحديدة وبحسب المصدر فإن المدنية تعرض لبتر في قدمه اليسرى وإصابة قدمه اليمنى وسقط العشرات من المدنيين شهداء وجرحى في انفجار الألغام التي زرعتها الميليشي الحوثية بكثافة في مناطق أهلة بسكان في الحديدة بعيدا عن الحديدة حيث دعت لجنة الأمنية في محافظة مأرب السكان إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل تكبيت الأمن والاستقرار وشددت اللجنة في اجتماع لها برئاسة المحافظة لواء سلطان العرادة على تعزيز حالة الاستقرار وتفعيل التعاون والإسناد من الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف المسويات وبحسب مقتضيات الحاجة كما ناقش الاجتماع الذي شارك فيه وكيل وزارة الداخلية لواء محمد سالم عبود الشريف والمفتش العام بالقوات المسلحة لواء روك نعاد القميري ونائب رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع لواء روك ناصر الذيباني ناقش قضاية التصل بتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا شدد اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري على إنهاء ازواجية العمل الأمني والعسكري في محافظة تعز والعمل بتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة وتنفيذ توجيهات صادرة عنه جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقد في عدن وضم محافظة تعز نبي شمسان وقائد محور تعز قائد اللواء 145 الركن سمير الصبري ومدير عام شدد المحافظة العميد الركن منصور الأكحلي وطالب الاجتماع بضرورة تفعيل الأجهزة الاستخباراتية بمحافظة تعز والقيام بدورها الفاعل لمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى في مهامها تحقيقا للأمن وتعزيزا للإستقرار أو لإستقرار المجتمع والوقوف صفا واحدا لاستكمال تحرير المحافظة كما أكد المجتمعون أهمية التنصيق والعمل المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز وتوحيد جهود مختلف القوى السياسية والعسكرية وشرائح المجتمع في تعز والوقوف صفا واحدا لاستكمال تحرير متابقة من المناطق التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون أكدت رابطة أمهات المختطفين في مدينة عدن امتلاكها معلومات مؤكدة عن موجود سجون سرية وذلك في رد منها على توالي تصريحات حكومية تنفيذ ذلك وأقامت الرابطة وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام من المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفا وكذلك الكشف عن مصير المخفيين قصرا ورفض التصريحات التي تصدر عن أي جهات رسمية وتنفي وجود سجون سرية في محافظة عدن وتداولت وسائل إعلام مؤخرا تصريحا للنائب العام علي الأعوش نفى فيه وجود سجون سرية بعدن وقال المحتجون إن نفي الجهات الرسمية لهذا الأمر في ظل سمرار الإقفاء القصري للعشرات الذين لم نجد لهم أثرا في السجون الرسمية يثير الرعب لدى أسرهم ودويهم بشان مصيرهم وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية قيادة إدارة الأمن في عدن وقيادة الداخلية ورئاسة الحكومة والنائب العام ورئاسة الجمهورية مسؤولية السمرار لاعتقال التعصفية العشرات والإخفاء القصري لعشرات آخرين وأوضحت رابطة أمهات المختطفين في عدن أنها أعدت كشفا بأكثر من ثلاثين شخصا من الذين ما يزالون في عدد المخفيين قصرا وسبق أن قدمته لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ونائبه والنائب العام وقيادة وزارة حقوق الإنسان وعدد من المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة نبقى حقوقيا فقد أدانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسي من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقالت الوزارة في بيان إن المضية بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي عفوا لحقوق الإنسان كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسراء الذي ما زال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسراء وذويهم وحذر البيان من تبعات المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة ميليشوية لاغتصاب حقوق المواطنين وابتزازهم والصطو على ممتلكاتهم وكذا البيان أن الإخلال الواضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات تعد انتهاكا جسيما للقانون اليمني والدولي ويجب إسقاط حكم الأعدام الجائر فورا نعم وطلبت الوزارة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على ميليشو الحوث للوفاء بالتزاماتهم بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسراء والمختطفين قصريا وإنهاء مأساتهم في السجون ومعاناة أسرهم كما طلبت المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفث بسرعة تدخل الوقف الحكم الجائر فورا أفادت مصادر طبية أن مهاجرا صوماليا توفي في سجن يقبع في مبنى مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين الإنقلابية وقالت المصادر أن الميليشيا تحتجز عشرات الأجانب أغلبهم أثارقة دخل اليمن بطريقة غير شرعية في ثلاثة سجون في صنعاء ويتلقون معاملة غير إنسانية وبحسب المصادر فإن الحوثيين ينقلون المحتجزين الأجانب في سجون الجوازات والأمن السياسي والاحتياطي وترتكب بحقهم جلسات تحقيق وتعذيب بشكل متواصل وبحسب موقع إيرام نيوز فإن ثلاثة وعشرين إفريقيا على الأقل توفوا في سجون الحوثيين منذ بداية العام الحالي في ظل وضع غير إنساني وتفشي عدد من الأمراض بين النزلاء طالب حزب الإصلاح اليمني الحكومة بالتعامل مستقبلا بحرص ومسؤولية عالية إذا كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية منعا لأي خطأ يؤدي إلى تشويه وإضعاء في الموقف الواضح والمعتمد والموحد للشعب اليمني وأكافة قواه الوطنية نعم وأكد مصدر مسؤول في الحزب حرص الإصلاح على استمرار انسجام وتناغم الموقف اليمني الشعبي والرسمي إذاء القضية الفلسطينية منتقدا توظيف الحوثيين البائس لمشاركة الحكومة الشرعية في مؤتمر وارسو والذي حضره مسؤولون إسرائيليون خدمة لمشروعها التدميري وتشويها للموقف المبدئي للشعب اليمني إذاء القضية المركزية للأمة وجدد المصدر المسؤول على موقف الحزب الثابت والمبدئي الدعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس واعتبار القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية المركزية التي لا تخضع للمساومة أو التفاوض كما سخر المصدر من متجرة الإنقلابيين الحوثيين للقضية الفلسطينية وتسخيرها وقودا لاستمر حربها الإجرامية ضد الشعب اليمني وإلحاق مزيد من الأذى باليمن وجيرانها وتهديدها للسلم والأمن الإقليمي والدولي بدأ سائقه النقل الثقيل بمحافظات عدن ولحج والضالع إضرابا عن العمل احتجاجا على ما يتعرض له السائقون من ممارسات غير مسؤولة وتعد على الحقوق الخاصة للسائقين كما أوضحت نقابة النقل الثقيل في محافظة عدن أن تصرفات النقاط الأمنية من عدن وحتى قاطبا في الظالع استفحلت مؤخلا وباتت تشكل ضررا بالغا على سائقي شاحنات النقل ويطالب السائقون بسرعة إيقاف هذه الممارسات والتي ما زالت مستمرة والتي بفعلها أعلن السائقون إضرابهم والتوقف عن العمل في نقل البضائع والحاويات من ميناء عدن لمختلف المحافظات إلى موضوع آخر حيث أطلقت شعبة الشؤون القانونية في المنطقة العسكرية السابعة حملة توعوية قانونية عن مخاطر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وتسعى الحملة إلى حماية حقوق الطفولة أعمالا لنصوص القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتسريح أي حالة تتعلق بتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر ضمن صفوف المنطقة السابعة إن وجدت وإعادة تلك الحالة لمأمارسة حياتها الطبيعية نعم وقال قيد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن محسن الخبي أن تجنيد الأطفال جريمة تحرمها القوانين والأنظمة ونحن نقف وقفة صارمة في منع تجنيد الأطفال في أوساط الجيش الوطني وأكد الخبي أنه لا يمكن القبول بالتجنيد ضمن قوات الجيش إلا كل من بلغ السن القانونية وأصبح كامل الأهلية والرجد مضيفا أن قيادة المنطقة وجهت شعبتي القوى البشرية والشؤون القانونية بعدم استقبال أي ملف لمن لم يبلغ السن القانونية رياضيا الآن حيث ابتتح نادي أرخبيل المهرة أو خبيل المهرة مشواره في البطولة العربية للكرة الطائرة بالخسارة من حامل اللقاب نادي الريان القطري بثلاثة أشواط دونارت وقدم لاعب خيبل أداءا جيدا في هذا اللقاء حيث خسر في الشوط الأول بفارق خمس نقاط وبواقع خمسة وعشرين نقطة مقابل عشرين نقطة نعم وجاءت نتائج الشوطين الثاني والثلاث بواقع خمس وعشرين نقطة مقابل ست عشر نقطة وخمس وعشر نقطة مقابل ثمان عشرة نقطة لصالح نادي الريان وعلى رغم من خسارة خيبل للمباراة إلا أنه لا يزال متمسكا بأمال التأهل إلى ربع نهائي إذا تمكن من الفوز على سنجل ألف الصيني في اللقاء الذي يلعبه الآن وذلك بعد انسحاب ناديي الصفاقصي التونسي وأهل بنغازي الليبي من البطولة أما المماثل الثاني لليمن في البطولة العربية للكرة الطائرة نادي الشعلة تعدن فقد تلقى خسارته الثانية في البطولة وذلك من فريق الترجي التونسي وجاءت خسارة الشعلة من الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل وبنتيجة خمسة وعشرين نقطة مقابل خمسة عشر نقطة وخمسة وعشرين نقطة مقابل أحد عشر نقطة وخمسة وعشرين نقطة مقابل اثنتين عشر نقطة نعم ويعد الترجي التونسي من أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة العربية لكرة الطائرة بنسختها السابعة والثلاثين والتي تستضيفها تونس هذا وسيلعب بعد قليل فريق الشعلة مع سبيتبول اللبناني لحساب الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة لتخبير منتصف تابعتم فيه توالي سخط ضحايا مدنيين بينهم نساء في قصف الميليشي الإنقلابية لمناطق حجور وهو حافظ حج يطالب بتحريك قوات من الجيش لفك الحسار عن مدرية كوشا الجيش يتقدم في معقل زعيم الحوطيين بصعته ويفشل هجوما للميليشي الإنقلابية في نهم شرق صنعة كما تابعتم أيضا قبيلة مناقشة مجلس الأمن الأوضاعي في اليمن الأمم المتحدة تعلن التواصل الاتفاق بشان أول مرحلة من إعادة الانتشار في الحد إذا دم شاهدين كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة أشكركم على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر